التسول ظاهرة اجتماعية قديمة وخطيرة واستفحلت بلبنان خلال الفترة الاخيرة بظل الترد المستمر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لنعرف عن التسول بحسب القانون طبعا ضيفنا المحامي عدل حماني رح يكون معنا لنحكي عن هذا الموضوع ونشوف القانون القديم كيف يطبق والقانون الذي اقر حديثا كمان شو بطال بالتعديلات فئات معينة وكيف ينظر القانون اليوم للتسول بشكل عام ماتر حماني صباح الخير مجرور أهلا وسهلا فيك مرسي يعني بداية القانون القديم شو بيفرق عن القانون الجديد وشو الاضافات اللي قدم القانون الجديد اذا طبق واذا كان عندنا صلاحية نقدر انطبقها من خلال متابعة القوى الامنية لان عم شوفهم على الطرقات بأم العين وبعداد كتير كبير ولبل يعني عم بيتزايدوا مع ازدياد عدد النزحين الى لبنان بداية القانون القديم اللي هو بعضه سير المفعول اللي هو عم نحكي نحن مانلي عن المادة 610 وما يليها من قانون العقوبات اللبنانية فيه بعائب على فعل التسول بعقوبات خفيفة جدا اقصاها سنتين ببلش من ستة شهر لسنتين وبالغرامة وما بينظر لهذا الفعل على منطلق بعضه الانساني والاجتماعي الحقيقي والصحيح وبما هو انا بدي ركز على الموضوع كتير مهم انه هاي مانا ظاهرة اوقافة فقط هاي جريمة منظمة وهي ده لبنان وقع بالالفان وخمسة على معاهدة معاهدة بلارمو وبموجبها عدل بالالفان وحداش قانون العقوبات خاصة خمسين وستة واتمانين من ده خمسين وستة واتمانين وصارت تعتبر هيدا الفعل من قبيل الاتجار بالاشخاص واللي تصل عقوبتها الى الخمسة عشر سنة اشغال شقة فنحن الدام ايفة اجتماعية هي جريمة فعلا بكل المقييس لانه حضرتك بالانترو بالمقدمة حكيت على انه الظواهر او المظاهر تعيط المؤسرات السلبية على المجتمع مش بس على المجتمع على ما هي ضحاياها قبل ما نكون المجتمع هو الاطفال الذي يرقى عدادهم الى ما يفوق 30 الف طفل نحن عم نحكي ضمن انطاق بيروت الكبرى فقط اللي هاو منشوفهم على نواصل الشوارع وعلى التقاطعات وكذا وفي ناس بدقوا على البيوت سو هاو الاطفال هن ضحايا هن ضحايا عصابات منظمة هن ضحايا جريمة منظمة اذا بدنا نحكي بالبعض الاجتماعي هاو دي الاطفال هن قنابل موقوطة صحيح موجودة بشوارعنا موجودة بين بيوتنا موجودة بقلب مجتمعنا منتلاقى فيهم كل يوم هاو معرضين حكما للانحراف السلوكي والاخلاقي والاتجاه نحو السرقة والاتجاه نحو الدعارة والاتجاه نحو القتل والاتجاه نحو كافة نواحي الجرمية نهيك على المخدرات حتى انا بدي اقول شغلي في اشخاص شباب للأسف الشديد هن لبنانية بيحملوا يفطات او لافتات او ما بعرف شو ساينز اللي مكتوب عليها انا بحاجة لدواء سرطان هو بيكون بحاجة لمصاري مشان يقدر يجيب مخدرات هاو لا يتعدى عددهم الواحد بالمية من مجموع الاشخاص اللي عم نحكينا احنا عنهم فبالتالي القانون اجا عاقب هيدا الجرم قلنا انه عاقب ومعاقب خفيفة بالسابق لانه ما كان فيه هيدا ما هنه فئات نسا بدنا نحكي بحسب الواقع وحسب احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية هنه فئات فيه فئات اللي هنه عدد الاكبر منهم اللي هنه من النازحين السوريين بيتجاوز عددهم 75% وهو دي هاي الفئة منهم هاي الفئة الاولى منظمة وخطيرة جدا صحيح الفئة الثانية هي فئة الغجر او النور اللي احنا بنسميهون واللي هنه عددهم هنه مهنتهم وبيتورسوها من جيل لجيل وهنه مضحياتهم الفئة الثالثة هنه اللي نتجوا عن الازمة الاقتصادية اللي عم العاني مننا وهنه عادة بيكونوا كبار بالسن كبار السن بيكون يا تسكر مورد رزقون يا اما ولادهم بطلوا عم يهتموا فيهم عم يعتنوا فيهم فبيلجأوا للتسول وصد حاجاتهم الحياتية هاو ثلاث فئات هنه اللي نحنا بنشوفهم بالشوارع هلأ هي مهنة مربحة أزبنا نسميها مهنة ماتر عادل هي مربحة جدا هي دخل دخل الولد الواحد إذا ما في زحمة بالكارت عولون بتتجاوز المئة دولار بتتجاوز المئة دولار يوميا لما تخول الواحد الفرد الواحد هيدا طيب نحنا إذا بدنا نفوت برح أحكي بالقانون رح أقول بالقانون بيجي بقول القانون أنه عم بحكي أنا الإتجار بالأشخاص بقول القانون أنه مين استغل في فعل استغلال أو نقل أو استجلب أو آيوة أو إلى آخره قاصر بقصد استغلاله من أجل معدة كذا حالات من أبدأ عرق من أجل التسول يعاقب خمس سنين أشغال شقة طيب لما عم شوف هيدا الشي عم بيتترجم على الأرض ماتر يعني حضرتك قلت بقلب بيروت أنا بشوفهم على حاجز المتفون يعني قبل ما أوصل لعند الجيش وسلم عليه قلت له الله معك وطن بيكون واقف على شمالي بيستقب لك قلب الوطن وفي ولد عطول بمارس البكاء مرة فتحت الشبك قلت له ما بقى تبكي ما بقى تمسل يعني شاطر بالتمسير وحشوف مهنة تانية وناس بيجعن قلبه نو مرة عن جد هيك شي استفزن لأن حتى جيشي وبنعرف نها قده الجيش عم بيقبض بيقوم بيشيل من جابته يعني وقف نزل عطا وكان معه بسكوية ومي ومدرشوه وانا بشوفه كل يوم انا وراجعه وزيته نفس البكي نفس الطريقة عم بيستغل مشاعر وعطف الناس هون كانت عم بيسألك شغلة لأن احد الضيوف قال لي قلت له يا استاذ طيب ما بيجعن قلبنا اوقات وانت بتقولونا ساعدوا وعطوه هيك تربيتنا وهيك ديننا بيقول قال لي اذا عم بتساعدهم عم بتشجعهم يكفوا التسول وعطيه مصاري انا بدي روح ابعد من هيك بهذا الموضوع تحديدا بدي شدد على هاد النقطة نحنا اول شي في استغلال مش بس هذا الطفل هو ضحية وهو مجنع عليه نحنا كذلك الامر نحنا ضحية ونحنا عم نتعرض للابتزاز وعم نتعرض للاستغلال الرأس المدبر انا بدي اقول نقطة كتير مهمة انه هاو انا قلت عصابات هني فعلا عصابات انا ما عم بحكي عن الولاد الصغار في عصابات نظمة هي بتشغلون في على كل مجموعة شخص اسمه الشويش بلغتهم اسمه الشويش هو مسؤول عن كذا شخص هيدا الشخص شو بيعمل هاي مهنة بالنسبة لقلو بيروح عند اشخاص للأسف الشديد هلا عم يستغلوا النازحين سوريين بيروح عند عائلة عندها خمسة اولاد صغار بيدفع لها على الولد بيقول لها انا بدي استأجر هيدا الولد منك لمدة شهر او لمدة يوم او لمدة عشد ايام من الصبح لعشية بيدفع على الراس مبلغ معين سلف بياخد هالولاد بيجمعهم بفان ما بعرف بشو وبينقلهم بيوزعهم وبيرقبهم بيجي نهار اخر نهار كل شي معهم مصاري بيفتشهم بشلحهم بعريهم يعني بيشلحهم كل المصاري اللي معهم وبيبعثهم عند اهلهم هن ما استفادوا بشي هن نحرموا من المدرسة نحرموا من طفلتهم نحرموا من انسانيتهم تعرضوا لكل انواع الابتزاز والابيوز بالشارع وضرب بكفيك عن العنف اللفظي والشسدي والمعنوي حتى من قبلنا نحن اكيد يعني انا وقت بعيت عليهم لان بيلزقوا عليك عالشباك اخي بدي تمسح للسيارة ما بدي علك ما بدي ماي اوقات بتعطيهم بس عن جد تيفلوا عنك لان تدعسهم بيمرق الدوليف على اجرهم بيعملوا لك قصة بيصيروا نايمين على غطى المدر مية بالمية فهاي المشكلة فهن ما عندهم ما عندهم حل تاني ما هن إذا ما عملوا هيك رح يتعرضوا للضرب ورح يتعرضوا للأزية من قبل مشغلهم ومن قبل أهلهم فبالتالي هن ضحية ونحن ضحية نحن لما نجم نعطيه شو ما كان ألف ليرة أو مئة ألف ليرة نحن ما عم نعطيها لأله نحن عم نعطيها للمشغل لرئيس العصاب لزعيم العصاب للمجرم وبهذه الطريقة بكون أنا مساهم بهذه الجريمة وباستفحالها هو ما استفاد شيء الولد وأهله عم يقبضوا ناتاتيف بيناتس ماشي اللي عم يستفيد مننا هن العصابات المافيات وهن عابرين للدول مش بس انه بل لبنان بكل الدول العربية اللي بيقدروا يعملوا هاك بيقدروا يعني باليمن عم يعملوا هاك بالمغرب العرب بكله عم يعملوا هاك بمصر عم يعملوا هاك وعابرين للقر عابرين للحدود الوطنية يعني شفنا عدة أمثلة السيدة المتقدمة بالعمر المسنة اللي ماتت بقلب السيارة وكان هو بيتها ومقويها وطلع معها يعني ألاف الدولارات نعم هاي مهنة هاي دي مهنة هاي دي مهنة طيب ماتر السؤال سألتك ليه ما بناخد هيدا الإجراء طالما القانون يعني طور حاله ليطال هيدا الفئة الإجار بالبشر وين ما بنشوفهم يعني صلاحيات مين وزارة الداخلية قوى الأمنية طيب ما عم نشوفهم ما بيكون يعني شرط السير عم بيستفرنا تنوقف تنقطع وهن وقفين بيناتنا وبس الضوء أحمر بتلاقيهم ركدوا ما بتعرف منين طلعوا إنه عمرأة من أعين أجهزة الدولة الأمنية تحديدا أنا بدي أقول شغلي هون للأسف الشديد بلبنان تطبيق القانون استنسابي للأسف الشديد نحن ما عنا مشكلة بالنصوص القانونية منضلنا من واكب إلى حد ما وحسب وحسب قدرتنا وعلى الرغم من كل ظروفنا ولكن المشكلة هي باستنسابية تطبيق القانون يعني بالألفان ما بعرف أي سنة طلع وزير الداخلية حملة ضد المتسولين طيب وبعدين انطفت العملية هلأ اليوم نحن أنا بدي أقول شغلي أنه هي مش بس مسؤولية القوى الأمنية مش هي مسؤولية الضابط العدلية والقضاء فقط هي كمان مسؤولية الجمعيات الأهلية والجمعيات الأنجيئويات اللي عم تقبض مصارب بالهبل من برة وفي قصم كبير منهم ما عم يصرفون مطرح ما يجب وعم يستفيدوا منهم عملينا مكسب وفي قصم على وزارة الشؤون الاجتماعية كمان مسؤولية لا لأنه لو أرجع للقانون القانون ما إجا قال أنا بس بطبق العقوبة وبنحبس المشغل وإلى آخره وهيدا الولد شو منعمل فيه قال هيدا الولد ناخده على دار تشغيل مؤسسة رعائية صح تاب على وزارة الشؤون الاجتماعية يتاب على الدولة من أهله مندمجه بالنظام التربوي والتعليمي ومندمجه بالمجتمع وما منخليه مشروع مجرم لأنه هيدا قلنا بالبيت الحديد قم بالموقوط قم للصاعق فبالتالي استضمنا بنقطة أنه ما فيه إمكانات عند وزارة الشؤون الاجتماعية لحتى تستبع نطبق هذا القانون أو نجي نعمل ما فيه دور تشغيل أصلا يعني ناصص القانون على دور بس ما فيه دور تشغيل بالواقع ما فيه دور تشغيل فشو بيعمل القاضي عم شو عم بيضطر يعمل عم يبعث هود الناس بيتواصل مع جمعيات أهلية غير حكومية وبيقلنا أنا عندي مجموعة كذا بدي أبعث لك ياهون مش أنت أهليهم طب هيدا هيدا الجمعيات في قسم كتير كبير مننا عم يرفض استقبالهم لأنه ما عنده الإمكانات وما عنده الاستطاعة وهاي بده بده موارد ضخمة جدا وما بدهم يعني انسى اللبس والشرب وحتى هن الجمعيات ما بدهم فيه جمعيات هي مبدا فيه جمعيات لأنه ما بينسبها صح ما بتستفيد ماديا فبالتالي فيه عندنا هاي المشكلة جينا هون بدهم بدهم تحطون بالحبوس المشكلة أنه نحنا نقدر نلقط الرأس المدبر ونلاقي حل اجتماعي بس كمان بالمقابل أنه أنا كمواطن لبناني بدي أحكيها بهذه الطريقة أنه بموارد الأليلة وبياقتصاد المنهار طب ما هاو منهم لبنانية فيه ناس عم تحكي بهذه المنطق أنه أنا بدي أدفع عليهم مصاري من جايبة الدولة ومن جايبة المواطنين اللبناني الأهلهم ومدرشو واخر الشي أنه هني منهم مواطنين لبنانيين والمجتمع اللبناني ما رح يستفيد منهم بالمقابل كمان طب ما هاو دي ظاهرة موجودة وهني قم بلموقوطة بقلب مجتمعك بدك تاخد إجراء بحقها يعني فيه هيدا الصراع إذا صح التعبير صحيح هيدا التوترات المشدودة نحنا نسميها بين هيدا الأطراف الثلاثة لحتى تلاقي حل وسط بالنهاية مصلحة المجتمع هي بدأ تمشي وهيدا مصلحة الطفل كمان بالنهاية الطفل شو ما كان جنسيته وشو ما كان انتماؤه طبعا حقه هيدا طفل هيدا بده يخضع على الرعاية بده يخضع على الحماية بده يخضع بدك تنزع فتيل الإجراء صحيح الممكن أنه يتحول فيه منه أحدى الجماعيات كانت بيدي وفتنة كمان نحكينا عن تسرب المدرسة ويعني نربط بقصة التسول أنه مش مفروض نشوفهم على الطرقات هن مطرحهم وحتى العمالة المبكرة للاولاد كمان القانون يجرم يعاقب عليها بيجرمها بالوقت اللي بتشوف حتى مهن صعبة يعني دوليب تلحيم إلى ما هنالك زق إحجار بتلاقي أولاد بعمار صغيرة عم يشتغل ولا حسيب ولا رقيب فبتقول هيدا الجمعية أنه نحنا نسعى طيب الحكي يعني أنا وياك فينا نفتح ثلاث ساعات أربع ساعات نحكي نظريات وشعارات ونكسب تعاطف الناس لما نشي تطبيق على الأرض وينهم أنا بدي أحكي وينهم بيطلعوا ببرامج بياخدوا كام عينة ومنعمل دعاية لها الجمعية أنه هي حضنت وعملت ولفت وهتمت وإلى ما هنالك طيب ما هيدا يمكن شو بيشكل صفر فاصلة صفر 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 واحد وإذا كان صحيح أنا بدي أحكي واقع أستاذ لي بدي أقول بدي أدوي على نقطة كتير مهمة هون ثقافة الأهل وبيئة الأهل والضمير الحي عند الأهل بيلعب دور كتير مهم عم أقول هيدا الحكي لو أصل لنقطة أنه لما العائلة السورية لأنه كل عم نحكي أكتر من 70% من المتساولين هن السوريين هن أطفال سوريين وهو عنده نعير العائلة السورية بتقبض على الطفل من الأمم بين 25 و 30 دولار إضافة إلى ذلك بيعطوهن الكتب والتعليم مجاني للأطفال هذه العائلة ما بتبعت ولادة بتاخد 25 و 30 دولار وما بتبعت ولادة على مدارس بالعكس بتبعتهم لحتى يتسولوا أو لحتى يقوموا بالعمالة لتعمالة الأطفال لأنه مكسب مربح لقالهم فقط لغير مشان الكسب المادي فقط لغير مع أنهم هن عم يقبضوا العائلة عم تقبض والطفل عم يقبض وعم يصلوا مساعدات غذائية وعم يصلوا مأكل وعم يصلوا مشرب وعم يصلوا ملبس والمسكن شبه مجاني والتعليم مجاني وبرضه بيبعثوا أولادهم لحتى يتسولوا أو لحتى يشتغلوا بطريقة غير عنونية كرمال يطلعوا مساري أكتر المشكلة هون المشكلة منا بالجمعية ومنا بالدولة أكيد في جمعيات عم تستغل الوضع وفي جهات عم تستغل الوضع وأولهم قلنا ما هي جريمة منظمة هؤلاء المشغلين هي المشكلة عند الأهل طيب ماتر يعني بهيدا الموضوع تحديدا ممكن هلأ حدا عم بيحضر بيقول بس أنه هيدا مرتبط بملف النازحين بشكل عام إذا عم نصوب على المتسولين النازحين يعني بدأ حل شامل لأن شفنا من أسبوع كيف بلشت التحركات قوى الأمن كل حدا مع وراء يعني رسمية شرعية بلبنان أوقف هلأ ما بعرف كمان بسجون أو بقاعات مخصصة تستوع بهالأعداد الكبيرة لأن كمان هني عم بيشكل هيدا الخطر وعلى لسان وزير الداخلية نفسه قال أنه كل الجرائم عم بيصير من سرقة اغتصاب تحرّل جنسي إلى ما هنالك كذا 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 هني واضح هاي النتيجة المرجعي اللي عم بيقولها مش نحنا صحيح هنفتري على مية بالمية نقدر نفصل يعني اليوم بخبرتك ماتر وبعرف قدي حضرتك هيك ملم بالقانون وبالدعاوة وبال يعني إلى جانب الإنسان المحق قادرين نفصل بين الملف بكل إذا بدك هيك تشعباته لبنانيا وداخليا ونقدر نعمل تحرك بالنسبة لل أكيد أكيد لأنه الملف النازحين السوريين هو ملف أمن السياسي بامتياز هذا على بس أننا نحن نحكي بالشق الاجتماعي هذا مفصول يعني أنا بعدني عم أقول أنا لما العائلة يعني أنا بدأ أسألك إذا صار في حرب بلبنان أو ما بعرف بأي دولة ونزحت العائلات اللبنانية إلى بلد مضيف العائلات اللبنانية رح تنزل تقبض مصاري على العائلة وتنزل تحطوا لادة بالشوارع مشين يتسولوا أكيد ما رح تعمل هيك هذا بيرجع للثقافة وطريقة التربية والبيئة برهاية لقاءنا ماتر عادل حماني يعني شوفينا نقول للناس أوقات بقل لك بتنتاخد بالعاطفة يمكن الإنسان هيك اللي عنده إمام بيقول أنه أنا بعمل لك ربنا ربنا شايف أن يصف له كمان في شغلة خليني هيك شير لقل أنه في ناس عم يستغلوا طالما قتيت على سيرة أشؤون الاجتماعية في ناس عم يستغلوا عاهاتهم الجسدية في الأوقات عم تكون عاهات فاك كمان تشدد العقوبة بهاي الحال كمان يعني في عقوبات والأهل والأهل اللي بيشغلوا أولادهم أو بيأجروا أولادهم بيتعرضوا لعقوبة 15 سنة 15 سنة أنا اللي بده أقوله بالختاب تفضل حضرتك أنه يا ناس يا عالم أنتو لما عمتعتوا الولد أو الصبية الموجودة بالشارع شو ما كان ما صاري عم بحكي أنتو عم بتساهموا بإزلالهم وعم بتساهموا بالجريمة اللي عم ترتكب بحقهم بالدرجة الأولى بالحقهم هن لأنه هاو مستغلين وهاو هاو معنفين وهاو منهم بإرادتهم جايين لحتى يشتغلوه وأنتو عم بتساهموا بعدم تربيتهم وعدم تحصيلهم للعلم وأكتر من هذا وكله أنتو عم تشاهموا بارتكاب هذه الجريمة أنا رأيي الشخصي ونصيحتي ونصيحة كل العالم أعطوهن أكل يأكلوا لأنه بكونوا جعانين أعطوهن ماء يشربوا أعطوهن جكات أعطوهن أكتر من مساري ما تعطوهن أنتو نحن المواطنين اللبنانيين نحن المسؤولين عن إنهاء هذه الظاهرة من خلال قطع المورد المالي اللي هو سبب انتشاره على كل حال يعني ما بدي طول كتير لأن تخطينا وقتنا المشاغلين المجرمين ماتر حضرتك قلت بيجيبوا كذا طفله بيحطوا بيراقبوا لمدة شهر بيشوفوا المنطقة اللي أكتر شي بتربح ومين الولد من بين هيدا الأولاد وبما يزوعا غيره لأن بيعرف يجزوا مية بالمية ولما بتتفتح العين عليهم بنقلوهم لمنطقة تانية بيجيبوا أولاد جديد يعني هي القصة مكشوفة للأسف بس متروكة من دون يعني فبالتالي خلينا ناخد دور لنحن كمواطنين لبنانيين نلعب هيدا الدور من نقبس شكرا لك ماتر عادل الحديث ممتع معك حتى لو كان يعني واقع بيوجع مرسي على الاستضافة مشاهدينا لهون بنتهي لقاءنا يوم جديد خلص بكرة بدأ من الساعة 8 ونص صباحا مايو أنا على أمل أنه نام ونوع على أخبار بتطملنا بيننا أنا أم بعرف كل اللبنانيين وخاصة أهل الجنوب اللي عندهم أيصلة بالجنوب على أعصابهم الأخبار كتيري في مننا عم بيكون كتير فيك في مننا عم بيكون حقيقة الحقيقة بيخوف الفيك بيخوف كمان ما ننجر وراء عصبيتنا وردات فعل سريعة خلونا نكون واعيين حتى نقدر يعني نتخطى هالشي اللي عم بصير ونقدر نجرب نحمي لبنان أدمى فينا تضلوا بألف خير نلتقى فيكم بكرة باي باي اشتركوا في القناة